أبي شيخ في الستينات والحمد لله يصلي و يذكر الله و يتابع حصتكم لكنه يشاهد جميع الأفلام في التلفاز و حتى على المحمول من نصيح يا نور الدين بارك الله فيك و بارك الله في الوالد و رضي الله عنه صلى الله تعالى يختم لنا و له بخير طيب أن الإنسان يتابع الأشياء الجميلة و الأشياء النافعة و الأشياء الطيبة من البرامج الدينية و البرامج الوثائقية و الأخبار مثلا يعني يقضي وقته و ينتفع و يستفيد و يشعر بإضافة أما أن يتابع أشياء مخلة بالآداب يتابع أشياء مخلة بالدين لا هذا ما يجوز هذا ما يجوز سواء كان عمره 100 سنة و عمره 15 سنة يعني أفترضنا هذا لأن الله جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم و الحمد لله يعني هذا الفضاء الإعلامي حقيقة فيه برامج تضيف للإنسان إضافات شرعية ثقافية اجتماعية دينية فكرية أشياء عملية أيضا حتى في الاقتصاد في الإدارة في جوانب تعود على الإنسان بالنفع فلذلك أنا أوصي الوالد الكريم بأنه إذا كان لحرص على المتابعة يتابع الأشياء النافعة التي تضيف إلي إضافات مثل ما ذكرت أنا و يشعر بفائدته يشعر بفائدته بارك الله فيك و رضي عنك